موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس وستعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة وشكرا جزيلا على كل ذلك أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة إذن درس اليوم يتعلق بمجموعات الأفعال مجموعات الأفعال لغروب دو верب لغروب دو верب إذن قبل التطرق لمجموعات الأفعال في اللغة الفرنسية يجب أن نتسأل حول الفعل ما هو الفعل؟ في اللغة الفرنسية لغروب يتعلق باللغة الفرنسية بأنه مو لا يمكن أن تدخل الطعام التطوير من الصفر بمعنى أن الفعل هو كلمة تستخدم للتعبير عن الفعل أو حالة شيء معين والتي تتخذ أشكالاً مختلفة وفقاً للصياغ والأزمينة والأشخاص والعدد مفهوم؟ إذن فالفعل في اللغة الفرنسية هو كلمة هذه الكلمة نستخدمها للتعبير عن فعل يقوم به شخص أو حالة شخص أو شيء معين مفهوم؟ وتتخذ أشكالاً متعددة وفق السياغ وفق السياغ التي رأيناها والتي يمكنكم الرجوع إليها وبداية دراستها من الدرس الأول والأزمينة هل في الحاضر أو المستقبل أو الماضي والأشخاص يعني من يقوم بهذا الفعل أنا أم أنت أم هو أم هي أم نحن إلى غير ذلك والعدد هل من يقوم بهذا الفعل هو شخص واحد أم أشخاص متعددون؟ ما فهم؟ إذن هنا عرفنا ما هو الفعل إذن في مجموعات الأفعال هي عبارة عن تقسيم تقسيم للأفعال في اللغة الفرنسية إلى مجموعات حسب نهاية كل فعل منها نفهم؟ يعني لدينا مجموعة من الأفعال نقسمها أو تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات حسب نهاية كل فعل يعني حسب نهاية كل مجموعة من الأفعال نفهم؟ وسنرى لماذا هذا التقسيم إذن فما هي هذه المجموعات؟ في اللغة الفرنسية وفي لاغون جي قيزون باللغة الفرنسية بالضبط لدينا ثلاث مجموعات من الأفعال لدينا المجموعة الأولى Premier Group وتسمى البرب de Premier Group أفعال المجموعة الأولى البرب de Premier Group هي الأفعال التي تنتهي ب-ER جميع الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى إلى Premier Group تنتهي ب-ER نفهم؟ مثال نقول يدفعوا ممكن أن نقول أيضا يرسلوا إذن جميع الأفعال إذا وجدنا أي فعل ينتهي بالحرفين فإنه ينتمي إلى المجموعة الأولى مفهوم؟ هذا بالنسبة للمجموعة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية دوزيام جروب وتسمى البرب دوزيام جروب أفعال المجموعة الثانية هذه المجموعة أفعالها كلها تنتهي ب-ER كل الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية تنتهي ب-ER ونقول مثلا ونقول مثلا في نير في نير بمعنى ينهي ينهي مفهوم؟ وكذلك يمكن أن نقول أبو نير أبو نير يشتركه يشتركه إذن جميع الأفعال أيضا التي تنتهي ب-ER هي أفعال تنتمي إلى المجموعة الثانية إلى الدوزيام جروب البرب دوزيام جروب فهم؟ ثم هناك المجموعة الثالثة تخوازيام جروب وتسمى البرب دوزيام جروب وهي كل الأفعال التي تنتهي إما ب-ER أو O-E-R أو R-E والفعل آلي إذن إذا وجدنا أي فعل ينتهي ب-ER أو O-E-R أو R-E أو الفعل آلي فهذه الأفعال تنتمي إلى المجموعة الثالثة ملاحظة هنا الفعل آلي يجب أن تركز عليه هو الفعل الوحيد الذي ينتهي ب-ER ولا ينتمي إلى المجموعة الأولى بل ينتمي إلى المجموعة الثالثة هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية هو أن هناك أفعالا تنتهي ب-ER تنتمي إلى المجموعة الثالثة ولا تنتمي إلى المجموعة الثانية فيما بعد سوف نرى القاعدة كيف سنميز بين الفعل الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة والفعل الذي ينتمي إلى المجموعة الثانية والذان ينتهياني كلاهما بالحرفين إذن بالنسبة للجمجموعة الثالثة يمكن أن نقول كمثال تنير تنير بمعنى يحمل يحمل أفواغ بمعنى يمتلك أولديه بخاندر بمعنى يأخذ يأخذ إذن مفهم؟ إذن المجموعة الثالثة من الأفعال يكون فيها الأفعال الذين ينتهينا ب-ER أو-ER أو-ER RE والفعل ALLE مفهم؟ هناك قواعد مهمة للتعامل مع مجموعة الأفعال يجب أن نتترقل إليها في هذا الدرس القاعدة الأولى هو أن أفعال أفعال المجموعة الأولى والتي تنتهي ب-ER كما رأينا مثل يسعد 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 فهذا الفعل في الزمن الحاضر يصرف كالأتي je monte tu monte il monte ne monte vous monte il monte مفهم؟ أنا أسعد أنت تسعد هو يسعد نحن نسعد أنتم تسعدون هم يسعدون وتلاحظون أن الفعل في المجموعة الأولى فهو لا يتغير نغير فقط نهاية يعني نحذف ER ونضع في الضمير je الحرف E ونضع في الضمير tu الحرف E الحرفين ES ونضع في الضمير L الحرف E ونضع في الضمير ن الحرف ONS وفي الضمير V الحرف Z وفي الضمير L الحرف ENT إذن الفعل في أغلب الأحيان إذا كان ينتمي إلى المجموعة الأولى بخومير جروب وينتهي بER ففي غالب الأحيان لا يتغير بل نغير النهاية فقط أي نحذف ER ونعرضها بهذه النهايات التي رأينا وهذا بالنسبة للزمن الحاضر نفهم بالنسبة للدوزيام جروب المجموعة الثانية والتي تنتهي أفعالها بER مثل أبونير أبونير يشترك فهو يصرف كالأتي في الزمن الحاضر جابوني تيابوني إلابوني نزابونيزون يشترك أبوني يشترك 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 فقط نحذف النهاية ونعوضها بES في الزمن ج في الزمن تيابونيزون 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 الآتي مثلا جابونيزون هي أفعال عندما تصرف تتغير تماما وهذا التصريف في الزمن الحاضر تتغير تماما على العكس من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وكم علومة فإن أفعال المجموعة الثالثة في اللغة الفرنسية هي قليلة جدا لا تتعدى 350 فعلا بينما غالبية الأفعال فهي تنتمي إلى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وذلك سيسهل علينا تعلمها وتصريفها في المستقبل بشكل جيد جدا دون ارتباك ودون صعوبة أحبة الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى لكم كل التوفيق النجاح إذن بهذه النقطة ينتهي درس اليوم إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته